السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما لا شكفي على أن هذا الحجر الصحي قد فرض علينا عدة عادات جديدة وتطورات في الحياة الأسرية ومن هذه الأمور الدراسة عن بعد والتي ترتب عليها من استعمال مكثف للهواتف الدكية وللوحات الإلكترونية من طرف الأطفال والمراهقين ومما لا يخفى على أحد على أن جل العلماء والأطباء النفسيين والأخصائيين في التربية يؤكدون على أن الاستعمال المفرط لهذه الأجهزة يؤثر سلبا على الصحة للأطفال وعلى القدرات الدهنية والمهارات الفكرية والحركية والاجتماعية وبسبب انشغال بعض الآبع أو الغفلة ديالهم أو التساهل المفرط مع الأطفال وعدم اعتبار هذه المخاطر فإن الأطفال بسبب الدراسة عن بعد أو تحت غطاء الدراسة عن بعد يتجاوزون استعمال الهواتف واللوحات الإلكترونية لهذا الغرض إلى الخوض في الألعاب الإلكترونية والتواصل مع زملائهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي ذلك تحت حجة تقاسم المعلومات مع هؤلاء الزملاء وقد يستمر هذا الأمر إلى أوقات متأخرة من الليل والغريب في الأمر على أن الأطفال دون السادسة هم كذلك معنيون بهذا المسألة إذن أشنو العمل الأبع عليهم أن يكونوا أكثر يقضى وأكثر حزما ويقننوا استعمال الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية عند الأطفال بدءا بإعطائهم المثل يعني أن الكبار كذلك يجب أن ينقصوا من استعمال الهواتف وأن يخفضوا من المدة التي يحملون في الهواتف أمام الأطفال ثم خلق أجواء وفرص للاستمتاع الأسر العائلي جميع الأفراد يخوضون في ألعاب وفي قراءة القصاص وفي مشاركتهم أنشطة مفيدة ومسلية ثم استغلال الأجواء الرمضانية لترصيخ القيم الدينية والصحية والاجتماعية عند الأطفال ثم الأباء عليهم أن يتحلوا بالصبر والحلم وأن يتحلوا كذلك بروح الإبداع والابتكار لكي يقدموا لأطفالهم بدائل للمتعة التي يجدونها في التواصل مع زملائهم وفي الإبحار في النات ومشاهدة المسلسلات والاستماع إلى الموسيقى والألعاب الإلكترونية إذن هذا كله دون اللجوء إلى استعمال العنف مع الأطفال والحفاظ على العلاقة الإيجابية الوالدية لماذا؟ لأن العلاقة الإيجابية مع الأبناء هي الضمان الوحيد والكفيل بإصلاح الأمور وإعادة ترتيبها بعد الخروج إن شاء الله من الحجر الصحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة